طيب احنا مبارح حكينا بلشنا في الريزان سيمانس اليوم هنكملهم بشكل عام الريزان سيمانس مثل ما حكينا هي كانت عندهم رغبة انهم يستخدموا مادة تشبه المادة الكمبوزيت عشان يعملوا بوندينج او سيمانتينج للفكست بروستيس ولذلك اوجدوا الريزان سيمانس التي تعتبر low viscosity versions of restorative composites وتعتمد على الpolymerization reaction تستخدم في السيمانتين of indirect restorations بالprefabricated وستs and orthodontic brackets برضو كمان تستخدم في السيمانتين للسيراميك فينير وهي the material of choice for cementing ceramic veneers الproperities تبعتها الأساسية اللي هي high compressive tensile bonding strength low solubility و high aesthetic الtypes بتختلف حسب المعيار اللي استخدموه مثلا types according to method of activations كانت light accured chemical accured و dual accured light accured لا تستخدم مع full depth crowns أو l-enlaced ولكن يفضل استخدامها في السيمانتين of thin translucent prostheses مع الveneers مع orthodontic brackets بالنسبة لل chemical cured تستخدم مع all types of restorations خاصة مع التranslucent restorations اللي بيكون السكنسة تبعها أكثر من 2.5 ملي dual cured برضو كمان موجودة في product بشكل كبير وتستخدم برضو كمان مع التranslucent restorations اللي بتكون أقل من نين ونص بالنسبة ل types according to the presence of filler إما بتكون unfilled بدون filler والpolymerization shrinkage تبعها عالي وتعتبر poor biocompatible بالنسبة ل النوع التاني اللي هو الcomposate رزانس مانسب يحتوي على الفiller ولكن مش مثل الcomposate مش مثل الcomposate مش بمقدار الفiller الموجود في الcomposate لإني بحتاج إنه thickness يظله low for cementation ولكن الproperities تبعته أفضل من unfilled رسم هلا هلا الtypes الأخرى according to adhesion بتنقسم ل conventional resensement not adhesive adhesive resensement و self adhesive resensement الconventional هي بتحتاج هي بتحتاج أسد اتشنج bonding agents أو بعضيها الresensement وهي تستخدم في الأماكن اللي بهم الأساتيك فيها ممكن تكون على شكل light cure أو dual cure الcomponents تبعتها مشابه جدا للcomposate components اللي هي الorganic resense matrix الinorganic filler والسيلين coupling agent اللي هو المادة اللي بتغطي الفلرز وبتربطه مع resense matrix وبرضو كمان في initiator وال axillator system اللي هو بيعمل initiating أو accelerating للreaction المادة الثانية اللي هي الadhesive resense برضو كمان بتحتاج البوند وبتحتاج الأسد اتشنج المميز فيها الadhesive resense انها بتقدر تعمل bonding للمتال اذا كان في restoration طبقة متال فهي بتقدر تعمل bonding مثل ممكن تكون كيميكالي او ديو ولكور وتحتوي او بتجمع ما بين يا اما الMDP وهي مادة تحتوي على الفوسفيت جروب مع البيس جاما البيس جاما حكينا عنها في الكمبوزت او الفور ميتا او الفور ميتا اللي هي بتحتوي على الكاربوكسيليك acid مع الميثايل ميثاكريليت في النيكود والباودر بيحتوي على البوليميثايل ميثاكريليت نفس اللي موجودين كانوا في الكمبوزت الفور ميتا اذا كانت المادة فيها فور ميتا على هي عشان تساعد في الكميكال بونس ويث ميتال اوكسايد اللي هي موجودة في الميتال يعني هي اللي بتساعد في الادهيجن او البوندين ويث ميتال بالنسبة للسلف ادهيس من اسمها السلف ادهيس فهي ما بتحتاج خطوات منفصلة من الاسد اتشين والبوندين هي بتحتاج بس للسلف ادهيس اه سيستم اللي هي انوان بوتل بيكون عندي الاسد مع البوند والبرايمر فبتكون الخطوات مور سمبل وبيكون ما في عندي سانستيفي تقريبا بتحتوي على الاسد اك فانكشن المونومر اللي بيعملي اتشين للتوث وبيحتوي على الفوسفات او الفوسفونيت اللي هي بتعمل بوندين مع الميتال اللي موجودة في الميتال اوكسايدز اللي موجودة في البيز مثل اللويز وبرضو كمان بتعمل بوندين مع السيراميكس على الجهة الثانية برضو كمان تقدر تعمل ادهيجن مع او اذا كان مبني بلد او برضو كمان بتعمل مع ها ادهيجن مثال على هاي الجروبس الفوسفات اللي موجود في الاسد فانكشن المونومر اللي هي الام دي بي والبنتا وهي اللي بتحتوي على الفوسفات جروبس بيحتوي كمان على الالكالاين جلاس وهو فور اسد نيوتريلايزين وهو يعتبر من اسمه جلاس فهو فلر مثل فلورو الومينيو سلكيت اللي كان موجود في الجلاس اينوار الالكالاين امينز برضو كمان موجودة في السلف ادهيسف رزان سمنس وممكن يصر لها اكتيفتي اذا كان في عندي اسيدك انفيرومنت هاي في فيديو عن دنتل رزان سمنس في هاي المادة الرزان سمنس الرزان سمنس هون هون بيستخدم او رح يستخدمو في رح يستخدمو هون في هوا يعني رح يستخدمو في ال وبردو كمان في ال رح يبنس فيو وبعدين رح يعمل سمنتيشن لاني كراون فيه هاي المادة اللي هي مادة البون دخلها في الكنل عشان يجحز ل البوست يعمل له سمنتيشن هاي البيبر كون اللي هي كوتون معمولة على شكل كون عشان تشيل الاكسس اللي موجود في الكنل سيستخدم جدا في الاندو بعدين نعرضها للهو عشان يحاول انه يخلي اللي الايات ثن الاكسس كله يروح بعدين لايت كورين للبون وهاي هي الابلي كيتر لل رزن سمت وحط في الاخر تيب تكون مناسبة لل كون ال اندو دون كون وانه بيتأكد انه المادة او المزيج طالع صح بيعب الكنل بشكل كامل المادة المستخدمة هون هي dual كور وبردو كمان بيضيف من مادة السمنت على البوست بمجرد ما يدخله هنا الاكسس كليات وبيطلع ما بيشيله بيخليه عشان رح يعمل أصلا بلد قبل السن فبيزيد عليه أصلا مثل ما هو مكتوب هون هو هلأ اعمل بعدها بيستنى كذب انه رح يستنى 8 دقائق عشان يبلش عنده الكيميكال رياكشن هلأ بده يستخدم السمنت عشان يحطه في الكراون هاي هي الكراون ومن بعدين بيانشال الاكسس وبيتأكد طبعا انه الكونت انه السمنت مشهولة من كل مكان وهيك بيكون خلصنا طيب لهون تمام خلصنا في اي سؤال في اي اشي مش نفهم يعني بتقدر تحكي انه هو اقرب جدا للكومبوزت بسبب وجود الرزنز والمكونات كلياتها لكنه الفيلرز فيه كثير اقل من الكومبوزت لانه انا بحتاج لثين لاير منه ولكن مكونات مشابه للكمبوزت نفسها تقريبا ضايفين اضافات بسيطة عشان يكون بيشبه السمنت ولكنه هو يعتبر مثل الكومبوزت او مثل ما حكينا هي low viscosity version of كومبوزت يعني هو كومبوزت with low يعني هو احدى من انواع الكومبوزت يعني صحيح طيب هلأ في مادة اخيرة من نحكي عنها اللي هي الكاسيون فوسفيت سمنت موجودة يمكن بفقرة صغيرة بالكتاب مش كتير حكيين عنها هي مش كتير تستخدم ولكن حبيت احكي لكم بس اكم معلومة عنها هي اللي تكفيكم بالنسبة لها الكالسيون فوسفيت سمنت فيها خاصيتين اللي هي بتعمل osteo conductive بتخلي البون او الدنتين مثلا خلينا نحكي انه يعمل تقرو فوقها فوق المادة هي هاي الاستيو inductive بيعمل promote لل bone formation طبعا هون بيستخدموها هاي المادة حتى خلال ترميم العظام لما يكون فيه كسور في العظام ممكن يستخدموها في الكسور في منطقة الكسور لانها بتساعد على هذا الاشي بس برضو استخدموها في الدنتستري ك direct bulb caping material مثل الكالسيوم هيدروكسايد اذا بتتذكروا في الكالسيوم هيدروكسايد حكينا انه لما نعمل في البلب ممكن فيما بعد يعمل formation لا او يحفز افراز او تكوين secondary dentين نفس الفكرة تبعت الكالسيوم فوسفايد سمنت انها ممكن يعمل او يحفز تكوين الدنتين في منطقة الاكسبوجر of the bulb ولذلك المادة الثانية اللي ممكن استخدمها في البلب كابين اللي هي الكالسيوم فوسفايد هيك منكون تقريبا خلصنا السمن عملت لكم بس مقارن بسيطة من ناحية الصوريوبيليتي وال بالنسبة لل السمن اللي اخدناها الصوريوبيليتي اكتر اشي ممكن اعتبر انه صوريوبيل هو الزينك اوكسايد ايجينور بعده البوليكاربوكسيليت الزينك فوسفايد مع الزلاصين والسمن اخر اشي اللي هو الصوريوبيليتي تبعته مرخفضة جدا لانه اقرب اصلا بالنسبة ل اكتر اشي ممكن يعمل منهم اللي هو الزينك فوسفايد بعدها البوليكاربوكسيليت بعدها الزينك اوكسايد ايجينول والكالسيوم هيدروكسايد طبعا الزينك اوكسايد ايجينول بس تثني حالات الدايريكت كونتاكت اي اتبه لون في الكتاب من بعد الزينك اوكسايد ايجينول بتيجي مواد تانية انا ما ذكرت هون لان هي تقريبا مواد تستخدم اكثر في الاندو ممكن نحكي عنها بعدين في التوبيكس او في المحاضرة الاندو دونت ماتيريال فلذلك انتو بتقدر تدرسوا بس عند الزينك اوكسايد ايجينول من بعدها ما في داعي تدرسوه المادة الكالسيوم فوسفات سمنت بعد الزينك اوكسايد ايجينول راح تلاقوها بس مش ضروري كتير انه يعني المكتوب فيها مش كتير اكتر من السلايد تمام هذا الكالسيوم فوسفات سمن بتحفظ تكوين الدنتين ولا البن